عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع وزير العدل عمر مروان واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية وبما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة ليداع السيارات المتحفظ عليها وما كانت العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويطمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية حيث تابع السيد الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمانات وتحديث الأدوات التقنية كما اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير منظومة الشهر العقاري خاصة التحديث المستمر لوحدة إصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل والتي أصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى كشهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية بما يسر على المواطنين واتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة تناول الاجتماع أيضا جهود تطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتركة والمهملة بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها وأشر المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس عبد الفتح السيسي وجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة بما يضمن تحسن نوعيا ملموسا في منظومة التقاضي المصرية كما أثنى سيادته على جهود إصدار المحررات عن بعد ووجه بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بما يسر على المصريين بالخارج مشددا على أن الهدف الأساسي هو تسهيل تعاملات المواطنين اليومية مع المنظومة القضائية بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم ترجمة نانسي قنقر